حياكم الله شباب شلوك وشيخ باركم لجعناكم الفيديو جديد هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق جوجل تشات اللي هو تقريبا نزل بديل عن تطبيق الهان كوت اللي يقول الكل يبحث عنا عفوا تطبيق اه اه جوجل تشات للدردشة من خلال الايميل طبعا رابط تطبيق راح اخليكم اياه بالوصف تقدرون تنزلونه وتستفادون من عنده طريقة التسجيل او الدردشة داخل التطبيق راح نشاهدونها من خلال اشارة داخل الفيديو قبل المشاهدة لايك اشتراك حتى نستمر وياكم اول شي نقوم بفتح جوجل تشات بعد ما فتحنا جوجل تشات ظهرت ان هذه الواجهة طبعا حاليا انا ما عنده اي دردشة ويأي شخص فما راح تظهر عندك هنا اضافة الدردشات وهنا المساحات المساحات اللي يقصد بها المجموعات اذا انت اه ضيف مجموعة وانت اه تنشئ مجموعة واضيف لها اشخاص خاصين بك طريقة اختيار الايميل كل السهلة تضغط هنا وتختار احد الايميلات الخاصة بك طريقة اضافة شخص تهلة جدا تضغط محادثة جديدة بعد ما ضغطنا محادثة جديدة نقوم بكتابة ايميل الشخص اللي يريد نحكي وياه على سبيل المثال هذا الشخص ايميل الثاني انقر عليه نقرة واحدة وهنا راح اكتب له مرحبه بعد ما كتبنا مرحبه انضافة الدردشة هنا نقدر نتحدث وهذا الشخص مثل ما تشوفون حاليا اجت الرسالة لمياضي الثاني طبعا اضافة احالة نضغط على ثلاث خطوط نقدر انضيف احالة مثلا كسعود بعد قليل في رحلة او كتابة احالة خاصة بك انت بعد ما تكمل الاحالة تضغط على علامة الصح طبعا هذا التطبيق هو بديل لتطبيق الهان كوت اللي انحذف قبل فترة طويلة جدا اه تم تنزيل هذا التطبيق اه على جوجل بلاي بدون تستفادون من عنده للمحادثات على سبيل المثال محادثة جديدة تقدر تنشئ مجموعة من هنا انشاء مساحة عمل تتصفع المساحات البحث عن تطبيقات وطلبات المحادثة وتقدر تبحث عن الاشخاص من خلال وضع الايميل هنا ايميل الشخص المراد المحادثة معه لا تنسونا من اللايك والاشتراك حتى يوصل لك كل شي جديد مع تحياتي للجميع